هذا مباركو لأن البارح مجلس الوزارة استقبلنا بصدر رحب لأنه اليوم كان كثير من الشباب اللي تخرجوا دوكاترة وماجستير وروحوا للخارج يستغلوهم عقل أخرى ولا حاجة هذا يعني مباركو للوزارة البارح ومباركو الصدرة العليا البلاد وهذا الشي اللي مشجعنا حتى شركات العمومية وشركات الاقتصادية اليوم فتحت الباب يعني نعطي مثال صنالغاز ومثال قطاع المحروقات فتحوا الباب الدكتورة والماجستير هذا الشي الشجعون يعني من قبل كان مهندس وخلاص اليوم بما أنه نفتح الباب للهدس الشارع عامل عمال حتى يعني لرشارش يعني البحوث هالي الشباب يعني خصوصا دكتورة وشبال دكتورة يعني إنسان عنده بحوث يعني جسدها في الميدان وهذا الشي اللي نشجعوه احنا كتحان عم جزائريين وكذلك من بابكم نفتحب يعني بما أنه اليوم أخوة الصحافيين بعد لقام الأخير مع السيد رجل موريا قال لهم تكتلوا مرحبا بكم احنا كاتحاد عم جزائريين مرحبا بالصحافيين أنه يفتحون الباب أن يكون عندهم تكتل نقابي اتحاد عم جزائريين سواء خاص صحافة الخاصة أو العمومية ويكون عندهم تكتل ويدافعوا لحقوقهم ويمرسوا حقوقهم اللي يعطيهم الدستورة ومنحان القانون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة